هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان سبحان من وهب الأجور لأهله وهد القلوب وعلم الإنسان حياكم الله مشاهدين الكرام سعداء جدا بلقياكم مساء كل ليلة من ليالي الشهر الفضيل على مائدة القرآن هنا معنا في برنامج ربيع القلوب النسخة الثامنة هذا البرنامج الذي يأتيكم برعاية كريمة من مجمع الصديق القرآني النموذج بتريم بلد الصديق وبإشراف وتنسيق متميز من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم واد حضر موت حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع هذا اللقاء نرحب باسمكم بأعضاء لجنة التحكيم معنا في البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد حياك الله رئيس اللجنة الله يحياك سيد عبد الله وحيا الله لإخوة المشاهدين حياكم الله جميعا شهر مبارك حياكم الله حياكم الله دكتور أحمد بطاهر أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك عبد الله وسعدة جدا بمشارك في هذه المسابقة في هذه النسخة النسخة الثامنة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع آمين هياك الله بل نحن أسعد يعني بتواجدك معنا حياكم نحن سعدة جدا هياك الله دكتور محمد أمو من بأمو من حياكم الله حياكم الله ومرحبا بكم يا أهلا وسهلا سعدة بتواجدك أيضا ونحن أكثر سعدة هياكم الله الآن سنستقبل وإياكم بمعية السادة المشاهدين أولى المتسابقات معنا في هذه الليلة الرمضانية المتسابقة أملاك كرامة حمدية من مدري التريم نرحب بي المتسابقة أملاك ونتمنى لها التوفيق نطلب منها كذلك اختيار أحد هذه المظاريف لنتمكن من البدء بفقرة وضع الأسئلة عليها شكرا اتفضل فضيات الشيخ نجدد الترحيم مرة أخرى بالمتسابقة أملاك كرامة حمدية في هذه الحلقة من هذا البرنامج الرمضاني القرآن ربيع القلوب في موسمه الثامن ونتقل إلى فضيلة الشيخ أحمد باطاهر ليضع السؤال الأول على المتسابقة تفضل فضيلة الشيخ حياك الله يا أملاك وسؤالك الأول من سورة الأنبياء اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ فَتَأْتِيَهُمْ بَلْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَلَا يَسْتَطِيعُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رُدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقُدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ فَتَأْتِيَهُمْ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهُمْ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ سنتي بارك الله فيك أحسن الله إليك فضيلة الشيخ الدكتور أنتقل إلى الشيخ الفاضل الدكتور محمد بامؤمن لوضع السؤال الثاني على المتسابقة تفضل فضيلة الشيخ السؤال الثاني للمتسابقة أملاك يقول إقرأي من قول الله عز وجل من سورة الزخرف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ قَالَ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَفْتَلِفُونَ فِيهِ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحِكْمَةِ تبهي وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَفْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا يَتَّقُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنْ وهم فيها خالدون لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وأنتم فيها خالدون تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون أحسن تبارك الله فيك وأحسن الله إليك فضيلة الشيخ الدكتور حياك الله أختنا أملاك واستمعت اللجنة إلى هذه التلاوة المباركة المحبرة لكن هناك بعض الملاحظات ارتأت اللجنة تضعها عليك حتى تتفديها في المرات القادمة أولى هذه الملاحظات الارتباك الواضح الذي ظهر عليك لما أثر في حفظك للآيات وملاحظة أخرى تعتني أختنا أملاك بأزمنة المدود وينبغي عليك مراعاة أزمنة المدود بحيث تكون كلها متساوية وفي زمن واحد أيضا من الملاحظات العناية بهمس الكاف والتأ تأتينا بالصفة كاملة صفة الهمس في هذين الحرفين كذلك الاستعلاء والتفخيم في بعض حروف الاستعلاء والتفخيم وخاصة في الصاد والضاء فتنتبه إلى هذه الملاحظات المطروحة ونسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد بارك الله فيك دكتور محمد على هذه الملاحظات نشكر المتسابقة أملاك على هذه التلاوة وهذه المنشاركة المتميزة ونتمنى لها التوفيق بإذن الله تعالى رفقة زميلاتها المشاركات معنا في هذه المساوطة الآن سنستقبل وإياكم مشاهدين الكرام ثاني المتسابقات معنا في هذه الحلقة وهذه الليلة الرمضانية المباركة المتسابقة فاطمة رمضان بريكان من مدرية سيئون بسمكم مشاهدين الكرام نرحب بالمتسابقة فاطمة بريكان ونتمنى لها التوفيق كذلك نطلب منها اختيار أحد هذه المظاريف ليتسنى لنا وضع الأسئلة عليها في هذه الحلقة شكرا فضل دكتور محمد نجدد الترحيم مرة أخرى بالمتسابقة فاطمة رمضان بريكان معنا في هذه الحلقة من عمر هذه المسابقة القرآنية ربيع القلوف في موسمها الثامن وانتقلوا إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد بامؤمن لوضع السؤال الأول على المتسابقة تفضل فضيلتكم بارك الله فيك الدكتور محمد وأختنا فاطمة السؤال الأول نود أن تسمعين من سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا آيات مبينات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهديم والله على كل شيء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وماء ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ومن يطع الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون أحسن تبارك الله فيك أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الدكتور تفضل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد باطهر لوضع السؤال الثاني عن المتسابقة سؤالك الثاني يا فاطمة من سورة محمد اقرأي من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ لله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبطوا أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا صحيح وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وهم وإن تؤمنوا وتتقوا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أحسنت يا فاطمة أحسن الله إليك فضيلة الشيخ الدكتور حياك الله أختنا فاطمة مرة أخرى واستمعت اللجنة إلى هذه التلاوة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى نكتب لك التوفيق والسداء لكن هناك بعض الملاحظات ينبغي أن تعتني بها وأن تهتمي بهذه الملاحظات أولى هذه الملاحظات مراعاة الوقف والابتداء باب الوقف والابتداء من الأبواب المهمة متعلقة بالتلاوة القرآن الكريم فينبغي عليك أن تعتني بهذا الباب اعتناءا حتى لا يخل بمعنى الآيات التي تقرأينها أيضا من الملاحظات تفخيم بعض الحروف المستفلة تفخمينها كذلك أيضا تقفين على المد الطبيعي بهمز تبالغين في مده وتقفين عليه بهمز فهذه بعض الملاحظات عليك لاعتناء بها ونسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداء شكرا دكتور محمد بارك الله فيك وبارك الله أيضا في عضوي اللجنة هكذا مشاهدين الكرام أتت ملاحظات لجنة التحكيم على تلاوة المتسابقة فاطمة نتمنى لها التوفيق بذن الله تعالى واجتياز هذه المرحلة إلى المراحل القادمة وبيع القلوب الآن مشاهدين الكرام دعونا نتوجه بهذا السؤال لفضيلة الشيخة دكتور أحمد بطاهر حياك الله دكتور أحمد الله يحفظك دكتور أحمد ماذا نعني بموازين الأداء عند قراءتنا للقرآن الكريم؟ حياك الله أستاذ عبد الله وبرك الله فيك فتح الله على الجميع موازين للأداء أو كما يقول أزمية الحروف القرآن الكريم في قراءته له موازين للأداء فإذا اختلت هذه الموازين صرت القراءة فيها عيب أو فيها نقص فبشكل عم كنا نتكلم في الموضوع هذا وكان موضوع فيه توسعه ولكن يمكن نكسرها على موقاييس الأحرف جميل فالأحرف العربية عندنا إما حروف متحركة أو حروف ساكنة كما هو معروف صحيح الحروف المتحركة سواء كان بالفتح أو بالكسر أو بالضم هذه زمنها واحد زمنها واحد إذا نطغنا بكلمة فيها حروف متحركة فيكون الزمن لجميع الحروف هذه أو لجميع الحركات واحدة مثل كتب كتب فنفس الحرف الذي هو الحرف الأول زمنه نفس الحرف الثاني إذا قلنا كتب أو كتب مثلا كتب فهذه الحروف المتحركة زمنها واحد لا يختل منها أحدها بالطول أو بالقصر طبعا هذه مبنية على القراءة وعلى سرعة القراءة إذا كانت القراءة بطيئة تختلف موازين الأداء على القراءة السريعة أما الحروف الساكنة فتختلف أزمنتها طبعا تختلف أزمنتها السبب في ذلك كما قال علماء التجويد نظرا لجريان الصوت أو انقطاع الصوت طبعا جريان الصوت أو انقطاع الصوت طبعا هذه صفة من صفات الحروف والتي نحن الأهل التجويد يسمونها الشدة طبعا الشدة هذه انقطاع الصوت والرخاوة جريان الصوت وهناك صفة بينية وهي التوسط والحروف معروفة البينية حروفها خمسة مجموعة في كلمة لين عمر والشديدة أجدوا قطي بكت فالحروف الشديدة زمنها قصير نسبيا الحروف المتوسطة زمنها متوسط نسبيا الحروف الرخاوة زمنها طويل نسبيا مثل لو عندنا كلمة مثل يستبشرون فاليا عندنا متحرك يعني زمنها واحد يا السين لأنها ساكنة وهي من حروف الرخاوة فزمنها نوعا ما طويل يستبع بعدها الباء البطبع من الحروف القلقلة وهو أيضا يعني حرف ساكن حرف ساكن شديد فزمنه قصير يستبع نعم فهذه بشكل عام يعني الحروف الساكنة يعني زمنها يكون يختلف على حسب يعني جريان الصوت وانقطاع الصوت يمكن واحد يعني بعض الأخطاء التي يمكن تقع في يعني في بعض الحروف المتحركة قد بعض أحيان واحد يطول الحروف نعم خاصة الحروف التي هي متحركة مثل فمين يعمل بعض حيان ينطق هي فمين يعمل بعض حيان يمكن أن ينطقها خطأ فمين يعمل فهذا خطأ هذا الحال خطأ كأنك أنت الآن طولت الوزن حقها أو الزمن فمين يعمل على كل حال فالحرف له ميزان يعني ما تزيد فيه ولا تنقص فيه كما قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في نونيته للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزان فأخليك يعني معدول وتعطي كل ذي حق حقه بالنسبة لبعض حيان يمكننا نقول موازين الأدى في مثل في بعض الأحكام فالحكم دائما إذا أتى حكم مثلا المد فحكم المد يعني بعض حيان يكون حركتين بعض حيان أربع بعض حيان خمس بعض حيان ست فدائما أنت تجعل في قراءتك إذا أتيت بمد حركتين تعطيه حركتين إذا أتى في نفس القراءة أو في نفس قراءتك مد آخر حركتين يعني الأصل يكون نفس المد أو نفس الدرجة متحدة ليس هناك بعض حيان حركتين بعض حيان حركة بعض حيان ثلاث حركات هذا ما يوجود تعمم الحركة في جميع القراءة وكذلك المدد التي هي أربع حركات تكون متساوية يعني لا تجعلها بعض حيان أربع بعض حيان ثلاث بعض حيان خمس لا الأصل تكون فيها يعني متساوية وقد أشار ابن الجزيل رحمه الله تعالى على هذا الشيء فقال واللفظ في نظيره كمثله نعم اللفظ في نظيره كمثله نعم هذا باختصار شديد عن هذا الموضوع بارك الله فيك يعني يكمل بعض الأخوة بإذن الله سبحانه وتعالى ببعض الأحكام من هذا القبيل في حلقات القادمة بإذن الله تعالى فتح الله عليك دكتور رحمة الله يزاك الله خير بارك الله فيك إذن مشاهدين الكرام بعد أن استمعنا إلى هذه الفوائد التجويدية دعونا نتوقف لحظات مع فقرة براعم الربيع بعدها نعود إليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم تبزى كل نفس بما كسبت له المليوم إن الله سريع الحساب وعندهم يوم اللازفة إذ القنوب إذ القنوب لجل حناجر كاظمين ما للظالمين من حبيب ولا شفيعين طوع يعلم خائنة العلم وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلت الأرض تلزالها وأخرجت الأرض تقالها وقال الإنسان ما لها يوميذ تحدث أخبارها لأن ربك أهانها يوميذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمياما لقال ذرة في الخير يرى فمياما لقال ذرة في الجر يرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل يمزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله واخلده كلا لينبذن في الحطمة وما دراك من الحطمة نار الله الموقدة التي تطنع على الأفدة إنا عليهم مؤصدا في عمد ومددا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل له ذبع في الناس ملك الناس إله الناس من شر الأصوى صدق الناس الذي يوسوس في صدوق الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين عدنا إليكم بعد فقرة براعم الربيع مشاهدين الكرام لن دعونا نستقبل من جديد المتسابقتين معنا في هذه الحلقة المتسابقة أملاك كرامة حمدية من مدرية تريم والمتسابقة فاطمة رمضان بريكان من مدرية سيئون لمعرفة من منهما ستتأهل معنا إلى المرحلة القادمة نتوجه الآن مباشرة إلى لجنة التحكيم فضلة الشيخ الدكتور محمد عبد لمعرفة نتيجة هذا اللقاء تفضل دكتور حياكم الله وسلم عبد الله وحيا الله لأخو المشاهدين مرة أخرى ولعلهم ينتظرون منا إعلان النتيجة لهذه الحلقة والنتيجة جاهزة بين يديه هي كالنحو الآتي المتسابقة أملاك كرامة مبارك حمدية حصلت في الحفظ على 41 درجة ونصف الدرجة بينما حصلت في التلاوة على 48 درجة يكون مجموعة درجاتها 89 درجة ونصف الدرجة المتسابقة فاطمة رمضان بريكان حصلت في الحفظ على 45 درجة وحصلت في التلاوة على 48 درجة يكون مجموعة درجاتها 93 درجة وعليه فالمتأهل معنا في هذه الحلقة المتسابقة فاطمة رمضان بريكان نسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والسداد شكرا دكتور محمد نبارك للمتسابقة فاطمة رمضان بريكان من مدرية سيئون هذا التأهل كما أيضا لا ننسى أن نشكر المتسابقة أملاك كرامة حمدية من مدرية تريم على هذه المشاركة المشرفة والمتميزة تمنياتنا لها بالتوفيق بإذن الله تعالى في نسخ قادمة نقدم له هذه الشهادة شهادة مشاركة من برنامج ربيع القلوب وكذلك أيضا هذه الجائزة النقدية بمناسبة هذه المشاركة وكما عودناكم مشاهدين الكرام نختم هذه الحلقة بروائع الربيع إحدى الأخوات تقول كنا في المرحلة الثانوية وكنا في أوقات الاستراحة نجتمع مع بعض الصديقات ونضع فطورنا مع بعض دون أن تعرف إحدانا ماذا جلبت الأخرى وكانت هناك طالبة مسكينة لم تجلب معها شيئا فأقنعتها بالجلوس معنا لأنه لا يدري أحد من جلب الطعام واستمر الحال هكذا لفترة طويلة إلى أن اقترب وقت تخرجنا من الثانوية وقتها توفى والدها وتغير حال هذه الطالبة المسكينة فأصبحت في وضع أفضل من ذي قبل تعتني بلباسها وتأتي بالطعام يعني صارت بوضع جيد فتوقعت أنها ورثت شيئا من أبيها فجلست معها وقلت لها ماذا جرى معك؟ ما سر هذا التغير؟ فمسكت بيدي وبكت وقالت والله كنا ننام بلا عشاء وأنتظر ذهابي للمدرسة صباحا لكي أتناول الطعام معكم من شدة جوعي وكانت أمي تخبئ خبز العشاء لفطور الصباح لإخواني فأخرجوا باكرا من البيت متعمدة لكي أوفر لهم زيادة من الطعام والآن بعد أن مات أبي أصبح كل من حولنا من أقارب ومعارف وأصدقاء يعطوننا ويعتنون بنا كوننا أصبحنا أيتام قالت لي بالحرف الواحد تمنيت أبي يشبع قبل ما يموت قالتها بحرقة والدموع ممزوجة بأحرف كلماتها قالت يعني ما عرفوا أننا محتاجين إلا بموت أبي بكت بحرقة وهي تقول هذه الكلمات وما زلت أحس بحرارة دموعها وحرقتها إلى الآن العبرى مشاهدين الكرام هل يجب أن يموت الإنسان الفقير حتى يشعر الأغنياء بأولاده الأيتام ما بال الناس اليوم أين الإنفاق أين الزكاة أين صلة الرحم أين إغاثة الملهوف أين الرحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا رواه البخاري ومسلم أيها الإخوة والأخوات تفقدوا الأسر العفيفة تفقدوا الأقرباء والجيران والأصدقاء لعل فيهم من يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف والله إن في دهاليز هذه الحياة آلام لا يسمع أنينها إلا الله تعالى أنفقوا ينفق الله عليكم تصدقوا وادفعوا زكاة أموالكم أنفقوا ينفق الله عليكم تصدقوا وادفعوا زكاة أموالكم أرخي يدك بالصدقة ترخى حبال المصائب من على عاتقك واعلم أن حاجتك إلى الصدقة أشد من حاجتي من تتصدق عليه في أمان الله هيا يا رفاق نرتشف حطر الرابي ونغرد في بساتين الكلام هيا نطمئن نتلو آيات البادي ونحلق في سلام أهلا ربيع القلوب فيك ضيا والدور يا نورا ما طابنا نحو الأمان ربيع القلوب ترجمة نانسي قنقر